رغم معاناتها الدائمة منذ سنوات من أمراض المفاصل والقلب إلا أن عائشة تصر على مواصلة جهودها في سبيل الحصول على جسم أكثر امتلان من أجل أن تحظى بفرصة أخرى لزواج قد جاءت فعلا للطب كان المرض في يبيل لأي الحب قد طلع لتنصيه واجعنا ركابينا قال ما وفينا منه زن عندنا الله سنين عائشة لا يبدو عليها أنها تأبه للنصايح الطبية التي تقدمها السنية من تحمد الضحية السابقة للتسمين القسري والناشطة الاجتماعية التي تزور ضحايا الظاهرة في أماكنهم من أجل التحسيس ضد أمراض البدانة قد طلع لتضحية في هذا البروح وشفت خطورته الثاني من نفسي نختار الله يبرد للأخراق لأننا نمشي أنا مملي نشتغل أنا وحدي ومعايا جمع ناس الأخرى كان نتحامع هذه القضية عندنا مشكلة عقلية رجالتنا يبقى لها المرأة سمينا وعاد ذاك لها المرأة لي أنتوا لا يسمينا وعندها كومبلكس والله فيها كومبلكسية راسعة لنا لا يسمينا وأتبري ساوي لكل شيء تقدروا يكان تسمينا الإحصائيات الطبية تدق ناقوس الخطر من ارتفاع نسب البدانة بين النساء الموريتانيات خاصة تلك المكتسبة عن طريق الأدوية والعقاقير ذات الخطر البالغ على صحة الإنسان السمنة في موريتانيا عند النساء تتجاوز 80% هذه السمنة كانت عن طريق الغذاء الطبيعي الآن هناك تسمين الكيميائي أو تسمين عن طريق الأدوية خاصة عن طريق الكورتيكويد هذه أدوية ومضادات التهاب استيرويدية وللأسف استعمالها من أجل التسمين يسبب فياسر من الحالات الكاردية في الصحة ارتفاع نسب الأمراض الناتج عن السمنة في موريتانيا دفع الكثير من النساء ضحايا التسمين السنوات الأخيرة إلى الخروج عن المألوف الاجتماعي وممارسة أنواع الرياضة خاصة المشي في ملاعب العاصمة وشوارعها ربط جمال المرأة ببدانتها حقيقة اجتماعية موريتانيا تدفع النساء في هذا البلد في سبيلها الكثير ماديا وصحيا زي العبيدي محمد برنامج اليوم على الحراء وللتوسع في الحديث عن واقع المرأة العربية تنضم إلينا من القاهرة عضو حركة محامونة من أجل العدالة رحاب فتحي أهلا بك معنا في اليوم على الحراء بداية هل تتفقين مع التقارير التي تشير إلى تراجع على صعيد حقوق المرأة العربية إجمالا وفي مصر تحديدا للأسف هناك تراجع في الحقوق عمتا في حقوق المرأة في المنطقة العربية وخاصة في مصر ففي مصر أشارت التقارير التي تبع الأمم المتحدة إلى تراجع كبير في حقوق المرأة من خلال تزايد معدلات التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة والعنف الجسدي وكمان عادة خيتاني الإناس للأسف كل هذه العادات القديمة أشرت إلى أن مصر تبوأت أقل ما كان مبين الدولة العربية في خلال التقارير التي أوردتها الأمم المتحدة وللأسف هناك العديد من التقارير الأخرى التي أعضتها منظمة المجتمع المدني في مصر والتي أشرت إلى نفس النسبة تقريبا طيب ما هي تبعات الاضطراب السياسي الراهن وكيف أثر على أوضاع النساء في دول الربيع العربي تحديدا للأسف بعد الصراعات السياسية التي نواجهها في مصر طبعا المرأة بتواجهها عدة صعوبات منها تهميش دور المرأة السياسي ففي ظل الصراعات السياسية بين الأحزاب على السلطة نلاقي أن المرأة تمثل تمثيل كديكور كديكور على قوائم الأحزاب السياسية في ظل أن المرأة لازم يكون لها تمثيل فعلي وده اللي احنا بنوده اللي احنا نعمله وانحنا بنسعى لذلك من خلال عمل دورات تدريبية للمحاميات وللمرأة عموما في مصر من أجل انتزاعها قوة المواطنة المساوية للرجل طيب شكرا لك رحابة